اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما اذا ما قلنا ان العراق وصل الى مرحلة يعني ربما توصف بالمسرحية الهزلية السوداء يعني كل الاحداث كل الاقوال كل التصريحات تجعل المواطن يتساءل او هكذا يشعر ربما يضحك ويبكي في نفس الوقت يضحك على الاوضاع وعلى ما يقولونه على ما يسمعه ويبكي على الحال الذي هو فيه في الاسبوع الماضي تحدث عمار الحكيم وهو واحد من اعمدة العملية السياسية هذه من عام 2003 لحد الان هو ابوه وكان قبله فيقول عمار الحكيم الآن يقول ان الرؤساء والملوك وكل المسؤولين بالدول يعني يسألونه ويسألون كل المسؤولين في العملية السياسية والحكومة كيف استطعتم ان تفعلوا كل ذلك يعني هذا البناء هذا الاعمار هذا الوئام هذا البلد المزدهر يعني يسألون ويتعجبون من التطور الذي حصل في العراق الله هو اكبر يعني السؤال الذي يطرح نفسه هو عمار الحكيم يتحدث مع شعب العراق ام يتحدث مع شعب تايوان الذين لا يعرفون ماذا في العراق من تتحدث مع العراقيين واهل العراق مثل ما يقول المثل اهل مكة ادرى بشعابها اهل العراق ادرى بما يحصل لهم يعرفون كل خفايا ما حصل منذ عام 2003 لحد الان يعرفون السرقات والفساد والخراب والدمار ويعرفون بلدهم مدمر ويعانون معاناة شديدة وانت تتحدث عن يعني العالم معجبين بالتطور الذي حصل في العراق من هم هؤلاء يعني من هؤلاء من الملوك والرؤساء الذي يسألونها كذا اما ان يكون مغيبين العقل وهذا يعني عيب واحد يتحدث بهذه الطريقة او ان تكون انت يعني بهذا الوصف شيخ الكذابين وانت شيخ الكذابين حقيقة لان واقع الحال يقول عكس هذا الكهرباء في العراق صرفت عليها اكثر من 100 مليار دولار من عام 2003 لحد الان والكهرباء غير متوفر 16 ساعة و18 ساعة مقطوعة من المواطنين انتيتي ايام 24 ساعة ما تيجي الكهرباء التعليم والتربية في اسوأ حالاته التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والجامعي في اسوأ حالاته شهايتنا محد معترف بها وحنا خارج كل التصنيفات في التعليم جامعاتنا خارج كل التصنيفات هذا الواقع هذا الحال الخدمات معدومة نهائيا والناس تبكي عليها الماء من اسوأ ما يمكن السرقات والفساد اكثر من تريليون ونصف تريليون دولار واردات العراق منذ عام 2003 لحد الان والعراق اسوأ بلد لدينا 13 هل يعرف عمار الحكيم انه لدينا هذا البلد اللي يقول عليه يعجبون من التطور كيف يعجبون من التطور به اكثر من 13 مليون مواطن عراقي تحت خط الفقر يأكلون من المزابر هذا البلد الغني الموازنات اكثر من 100 مليار سنويا كيف تحدث هذا المستشفيات هذه قطع الصحة من اسوأ ما يمكن لحد الان مستشفى مستشفى يتعالج فيها الانسان العراقي موجودة المواطن العراقي من يمرض ويحتاج الى عملية ويحتاج الى تداوي يبيع حتى بيته وهدومه ويسافر بزوجته وابنه وبنته واخوه وامه وابوه يسافر بيهم الى الخارج ويخسر كل شيء من نجل علاجه الهند فقط في سنة واحدة 500 مليون دولار نص مليار دولار صرفه العراقيين للهند فقط هذه الهند هل من تتحدث؟ الطرق الآن اقرأ في احصائية وموجودة وقد اقراها عمر الحكيم نحن البلد الرابع بالعالم بعدد القتل على الطرق البلد الرابع بالعالم على مستوى العالم بعدد القتل على الطرق بسبب الطرق السيئة بسبب عدم احترام بسبب فوضى المدن مدمرة وعشوائيات وبغداد اسوأ مدينة في العالم عن من؟ على من تكذب؟ فساد وخراب البطالة نحن رابع بلد بالعالم بعدد العاطلين عن العمل هذا البلد بكل هذه المكان إذا بيتطوروا ببناءوا بكل هذا اللي يتحدث عنه ليش هو رابع بلد في البطالة بالعالم؟ ليش شعبه اغلبه عاطلين عن العمل؟ ليش رئيس نقابات العمال يقول 15 مليون عراقي عاطلين عن العمل؟ لماذا؟ كل سنة يدخل سوق العمل أكثر من 800 ألف عراقي 20% من عدهم ما يحصلون على العمل والباقين ينضمون إلى طوابير العاطلين عن العمل عن ماذا تتحدث؟ أليس عيباً أن تتحدثون بهذه اللغة؟ لذلك أنا قلت مسرحية هزلية سوداء المواطن يبكي ويضحك في نفس الوقت يضحك على ما يسمعه لأنه شر البلياتي ما يضحك ويبكي ألماً وحرقةً ودماً على الواقع المأساة اللي يعيشه هؤلاء الذين جاءوا من أجل المظلومية كلهم عوائلهم عايش بره في أحسن حال والعراقين عايشين بالضيم يعني ليش دعونا نتذكر ليش مثلاً إبراهيم الجعفر رئيس الوزراء اللي كان ثابرنا ليش راح قاعد بلندن يعني ورمض قاعمهم وكانوا يقولون أن العراق بلدنا وإحنا جينا لماذا لا يجعب عائلته وأهله وأطفاله وأحفاده وعاش بالعراق؟ ليش؟ إذن مدارس جيدة وتقدم وعمر الحكيم يقول بلد مزدهر والرؤساء والملوك يتعجبون من النهضة اللي إحنا بيها؟ لماذا؟ لدينا مشاكل يقول بسائباً؟ لا يكفي كذباً يكفي لعباً لكم جولة مع الشعب قريبة والله ترونها بعيدة ونراها قريبة الشعب لن يصبر عليكم أكثر وعند ذلك ستعرفون أن كل ما قلتموه كل ما فعلتموه ستحاسبون عليه وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير أعزائي المشاهدين ألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة